اشتركوا في القناة اكثر البذار، ظهرت كفر حمرة، جبل الشويحنة، معارضة الأرتيق وأيضا مخان العسل وكفرناها وخان طومان جميعها تعرضت للقصف بطائرات الاحتلال الروسي وطائرات ميليشيا أسد الطائفية بالبراميل المتفجرة إضافة لاستهدافات متكررة لهذه المناطق بمدفعية ميليشيا أسد الطائفية المتمركزة في منطقة الحمدانية وبراجمات الصواريخ نسمع حاليا أصوات اشتباكات عنيفة تجري على محور اكثر البذار وهو محور قريب من مدينة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي تحاول من خلاله ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الشيعية التقدم إلى هذه المنطقة بعد فشل محاولة البارحة للتقدم على هذه المنطقة حقا طائرات الاحتلال الروسي وصلت أيضا استهدافها للمناطق المدنية في مناطق ريف حلب الشمالي وريف حلب الغرب حيث تم استهداف مدينة كفرناها بعدد غارات جوية وأيضا تنفيذ غارة مزدوجة على فرق الدفاع المدني التي كانت تتفقد أحد الأماكن التي تم استهدافها في بلدة معارض الأرتيق في ريف حلب الشمالي منذ الصباح حتى الآن قرابة الخمسين تنفيذ على مناطق في ريف حلب ومزالت طائرات الاحتلال الروسية ومعها مروحيات ميليشيا أسد الطائفية تواصل استهدافها لهذه المنطقة إبراهيم الخطيب أوريانتي نيوز مدينة كفر حمرة ريف حلب الشمالي اشتركوا في القناة